بسم الله الرحمن الرحيم أعزنا طلب الصف الثاني الثانوي بنكمل معاكم رحلتنا في فرع المنطق النهاردة هنتناول موضوع الاستدلال المباشر أو ما يسمى مربع أرستو يلا بينا نبدأ حلقتنا الاستدلال المباشر فاكر لما بدأنا في أول حلقة لنا في المنطق قلنا لك أن المنطق هو علم الاستدلال يعني استدلال استدلال ده هو انتقال من معلوم إلى مجهول فبنقول أن الاستدلال هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول يعني أنا في حاجات أعرفها ماشي في الصحراء لديت أصار رجلين بعرف أن كان فيه ناس هنا وعرف عددهم من أصار رجلهم فالاستدلال المباشر تعريف الاستدلال بشكل عام هو العملية العقلية التي ننتقل فيها من المعلوم المعلوم ده مقدمة أو مقدمات هنتقل طالما فين تقل بنتقل من إلى بنتقل إلى المجهول نتيجة تلزم على هذه المقدمة أو المقدمات مثال نرى الدخان فاناستدل يعني نستنتج وجود النار حتى أن في بعض الناس لما يلاقي دخان كده كسيف طالع بيتتبع مكان الدخان آه يعني جاي منين طريقة الدخان ويوصل إلى المكان الأساسي للنيران لو أنت قاعد في الصالة بتتفرج على ماتش وانت قاعد في الصالة لقيت دخان كتير كده في يومنا الشقة هجري على إيه؟ بجري على طوله على المطبخ ده استدلال من المعلوم إلى المجهول لأنك أنت عارف أن المكان اللي بيبقى فيه نيران أو كذا كذا هو المطبخ طب لو أنت قاعد في الصالة وليت مثلا فيه مية كتيرة جاي علي هجري على المطبخ ولا على الحمام على الحمام لأن الحمام هو مكان المية لما بتحصل جريمة كلمة استدلال عمتا استدلال بانتقل من المعلوم للمجهول فهمة لك الاستدلال دوت هو البداية أنك تفهم المنطق كله عشان كده إحنا مما شرحنا الجزء ده في الأول أكدنا عليه ودينا أمثلة كتير يبقى استدلال ببدأ أننا أنتقل من المعلوم إلى المجهول لما بتحصل جريمة قتل المعلوم لدى ظابط المباحث مكان الجريمة والبصمات وعلاقات المجنع عليه وآخر كام واحد اتصل بيهم بيوصل من الحاجات دي اللي قدامه اللي هي بسميها مقدمات إلى المجهول اللي هي النتيجة من القاتل مثال إذا قال لك زميلك في الفصل أن كل طلبة مدرستك ناجحون أنت هتستنتج أن أنت ناجح انتقلت من المعلوم طالما كل طلبة ناجحوا وإنت جزء منهم يبقى أنت ناجح الاستدلال عندي نوعين استدلال مباشر واستدلال غير مباشر الاستدلال المباشر هو الجزء اللي بنقف بيه أو نهاية الترم الأول أما الاستدلال الغير مباشر ده موضوع الترم الثاني الاستدلال المباشر أو التقابل بين القضايا التقابل بين القضايا طبعا أنت خدت قضايا قضايا كلية مجابة وكلية سالبة وجزئية مجابة وجزئية سالبة تعريف الاستدلال المواشر هو استنباط صدق او كذب قضية من صدق او كذب قضية اخرى بس في شرط هنا ان القضيتين يكونوا مشتركين في الموضوع والمحمول ويختلفوا في الكم يعني الكل او الجزء او الكيف او الاثنين معا لما تقول كل طلبة المدرسة نجحوا اه كل طلبة المدرسة ناجحين دي قضية صادقة اذا فصل 3 اول في المدرسة نجح استنبط صدق نجاح فصل 3 اول لان عندي من صدق قضية اخرى ان كل طلبة المدرسة ناجحون عندي قضية بتقول ان الاستدلال المباشر باستنبط صدق قضية واحدة عشان كده اسميناها استدلال مباشر انما في الترمي التاني هتاخد حاجة اسمها استدلال غير مباشر باستنبط صدق قضية مش من قضية لا من عدة قضاء يبقى لو جملة استنتجت منها صدق كذب أو صدق صدق أو كذب جملة قضية ده كده استدل المباشر بس شارطي بقى إن القضيتين يكون نفس الموضوع هنا نفس الموضوع هنا نفس المحمول هنا هو نفس المحمول هنا ده المربع ده هو مربع أريستو رسم هن أريستو عشان يلخص لنا التقابل بين القضايا أول حاجة عندي قضية كلها مجابة أو قضية جزئية مجابة قضية جزئية سليبة الاستدلال المباشر هنا ما بين هنا بص بقى ده كده التقابل بين القضايا القضية الكليه المجابة القضية الكليه السليبة تقابلها بالتضاقد يعني أنا قلتلك ما بين كاف ميم كلية مجابة وكاف سين تقابل بيه ينفع التداخل؟لا ده كده التضاقد طب التداخل اللي هو داخل الجزئية السالبة تتداخل مع الكلية السالبة والجزئية المجابة تتداخل يعني هي جوة هي جزء من الكلية المجابة في تقابل بالدخول تحت التضاد إذا كان التضاد بين كليتين قضيتين كليتين مختلفين في الكيف المجابة السالب الدخول تحت التضاد بيكون بين جزئيتين مختلفين في الكيف يعني المجابة السالب أما التقابل بالتناقض بين القضايا المختلفة في الكام بص والكيف معا يعني ما بين الكلية المجابة والجزئية السالبة من جهة ما بين الكلية السالبة والجزئية المجابة ادينا لك كده ملخص الدرس بشكل كامل وهنبدأ بقى بالتفصيل ناخد كل علاقة من هذه العلاقات بالتفصيل والشرح هناخد أول علاقة معنا التقابل بالتناقض التقابل بالتناقض بين قضيتين تختلفان في الكام والكيف يعني كام مختلفين في الكام لو دي كلية تبادي جزئية وفي الكيف لو دي مجابة تبادي سالبة بتعكس على طول مع اتفاقهما في الموضوع والمحمول زي يبقى بين الكلية المجابة هاتل انت كده القضية الكلية المجابة ايه المختلفة معاها في الكام والكيف يلا خليها مختلفة في الكام يبقى تختلف في الكام بدل كل تبقى جزئي وفي الكيف بدل مجاب تبقى سالبة طيب القضية الكلية السالبة المقابلة لها بالتناقض اعكس بدل كل يبقى جزئي وبدل مجاب يبقى سالبة وكذلك الحال يعني هنا السهم ده كده رايح جاي يبقى الكلية المجابة بيقابلها جزئية سالبة الجزئية السالبة يقابلها بالتناقض كلية مجابة حكم التقابل بالتناقض الحكم بيقول لي ما انت عندك قضية تيه ما انت بتقول لي استنباط صدق او كده بقضية من قضية اخرى يبقى هو بيديك قضية يقول لك القضية دي صادقة او كذبة الحكم بيقول لك لا يصدقان معا ولا يجذبان يعني لو واحدة صادقة اعكس تبقى التانية كذبة ولو واحدة كذبة يبقى التانية صادقة ليه؟ لعدم وجود وسط ده كل وده جزئ ده مجاب وده سالب يعني لو قضية صادقة اعكس في التناقض على طول كذبة طب لو واحدة كذبة تبقى التانية صادقة طبعا هو بيديك في السؤال يقول لك على فرض صدق القضية كذا كذا فما المقابلة لها بالتناقض لو على فرض صدق يبقى المقابلة لها بالتناقض كذبة لو قال لك على فرض كذب القضية كذا فان المقابلة لها بالتناقض تكون صادقة ادي حكم التقابل بالتناقض التقابل بالتناقض لازم تبقى عارف بيكون بين مين ومين؟ بين الكلية المجابة والجزئية السالبة بين الكلية السالبة والجزئية المجابة ولو واحدة صديقة التانية كاذبة على طول مثال اذا سلمنا بصدق كل النوافذ مغلقة ثم اتى شخص ودعم ان بعض النوافذ ليست مغلقة يبقى احنا نأكد ان الشخص ده كاذب يبقى لو واحدة صديقة التانية على طول تكون كاذبة والتناقض بيكون بين الكلية المجابة او قضية مختلفة في الكم والكيف دي كل ايه مجابة بص دي جزئية سالبة الحكم لو واحدة صديقة التانية كاذبة والعكس قلنا ده المربع هنا اول حاجة عندي كاف ميم جنبها كاف سين جيم ميم ادي جيم سين وده كده الخط ده يعني ده التقابل بالتناقض انا هنا عملت المربع الاسود ليه عشان دي القضية اللي هبدأ منها يعني دي اللي هحط عليها مثال قضية جزئية مجابة اديني اي قضية جزئية مجابة بعض كذا بعض متحدي الاعاقة موهبون لازم انا ما ينفعش سيبالك فضية اقولك يا صديقة ولا كاذبة هي صديقة نفترض صدقها دي اللي بانطالق منها قل انت كده بقى المقابلة لها بالتناقض انا هنا التقابل بالتناقض بقى في كل حاجة لو جزئي هيبقى كلي لو مجاب هيبقى سالب هتبقى كلها سالبة وابدأ بقى حول بقى لا يصدقاني معا ولا يكذبان فلو واحدة صديقة التانية كاذبة ولو التانية كاذبة تبقى الاخرى صديقة طبعا انا قلت مثلا هنا كل متحدي الاعاقة موهبون صديقة يبقى المقابلة لها بعض متحدي الاعاقة ليسوا موهبين كاذب مثال اخر كاذ ميم يقول نها هنا ده مكان الكليه المجابة جنبها كده الكلية السالبة ادي تحتها دخل معها يعني جزئي المجابة جزء من الكلية فتيجي تحت والجزئية السالبة هنا بتيجي تحت الكلية السالبة لانه جزء منها هناخد قضية كلية مجابة هاتلي كده قضية كلية مجابة همقول كل الطلبة ناجحون القضية دي هنفطرد نهاية صديقة لو انا قلت كل الطلبة ناجحون ايه المقابلة لها بالتناقض هل جميم لا احنا قلنا التناقض مختلفة في الكام ما هقول لي وجزء ايه اهو والكيف مقابلة لها بالتناقض بعض الطلبة ليسوا ناجعين هتبقى قضية كذبة قلنا في التقابل بالتناقض مبين بقضيتين مختلفين في الكام والكيف لو قلنا مجابة اعكس على طول جزئية سليبة والحكم لو واحدة صادقة التانية عكسها بقى كذبة والعكس اما اقول كل العرب متفرقون قضية كلية مجابة المقابلة لها بالتناقض بقى جزئية سليبة الجزئية السليبة بعض العرب ليسوا متفرقين الحكم طالما القضية دي كذبة في التناقض بقى ستكون صادقة في المربع علشان تفهم المعلومة صح لازم ناخد أسئلة وتطبقها السؤال الأولاني معنا اذا صدق القضية كل العرب أحرار فإن القضية المقابلة لها بالتناقض هي لازم هنا بقى بعمل ترانسليت بس ترجمة إلى لغة المنطق هي كل العرب أحرار اه هي قضية كلية ايه كلية مجابة خلاص يبقى كاف ميم طالما كاف ميم المقابلة لها بالتناقض جيم سين يبقى هدور على كلية الجزئية السليبة بعض العرب ليسوا أحرار طب ليه ما اخترتش كل العرب ليسوا أحرار قلنا التقابل بالتناقض ما بين القضيتين مختلفين في الكام ادي كلي وجزئي ومختلفين في الكام في الكيف ادي موجب ودي سالم طب كل العرب ليسوا أحرار طب ليه هنا اخترت دي كذبة لانه قلنا ان الحكم اذا صدقت احدهما كذبة الاخرى والعكس صحيح سؤال اخر اذا صدقت القضية بعض العرب أحرار فان القضية المقابلة لها بالتناقض هي ألف كل العرب ليسوا أحرار كذبة بعض العرب ليسوا أحرار كذبة بعض العرب أحرار كذبة ده جميع العرب أحرار صادقة هدى اشوف القضية اللي مدهاني هي جزئية ولا كلية اتكلم عن كل العرب ولا بعضهم بعضهم طب قضية جزئية وهي مجبة اللي بقابلها لها بالتناقض الجزئية المجبة اللي بقابلها بالتناقض بعكس كل حاجة بقى جزئي كلي وبدل مجب سالب هتبقى كلية سالبة وهي كاذبة لان التناقض بتعكس كل حاجة لو القضية جزئية أخليها كلية بقت كل العرب وبدل ما هي مجبة بخليها سالبة ليسوا والحكم هنا كاذبة لان قلنا لا يصدقاني معا ولا يجذباني معا لو واحدة صدقة تانية كذب سؤال آخر إذا صدقت القضية معظم الشباب يمارسون الرياضة فمن الضروري أن تكزب القضية المقابلة لها بالتناقض وهي ألف كل الشباب يمارسون الرياضة ب كافة الشباب لا يمارسون الرياضة جيم بعض الشباب لا يمارسون الرياضة دال بعض الشباب يمارسون الرياضة احنا اتفقنا ان احنا ما اخدنا القضية لازم احدد الكم والكيف مؤظم الشباب يمارسون دي قضية ايه؟ جزئية مجابة اللي بيقابلها بالتناقض طالما التناقض طالما دي جزئية مجابة اللي بيقابلها بالتناقض كلية سلبة يبقى اختار كفة الشباب لا يمارسون الرياضة التقابل بالتناقض يكون بين الف كاف ميم وجيم ميم به كاف ميم وكاف سين جيم جيم ميم وجيم سين دال كاف ميم وجيم سين من جهة وكاف سين وجيم ميم من جهة احنا قلنا التقابل بالتناقض ما بين قضيتين مختلفين كما وكيفا دون مختلفين كما اهو كل وجزء بس لا متفقين في الكيف مجاب ومجاب هستبعدها. طب القضيتين دول اه متفقين في الكام. لا احنا هنا لازم مختلفين في الكام. يعني لو هنا كل يبقى هنا جزئي. ولو هنا مجب ويبقى سالم. طب القضيتين دول جزئيتين يبقى متفقين في الكام. هنا بقى الاجابة دي الاجابة الصحيحة. ليه? لان ازا كانت هنا بيكون التناقض ما بين الكلية المجبة والجزئية السلبة. دي كلية ودي جزئية. دي مجبة ودي سلبة. بيكون التقابل بالتناقض ما بين الكلية السلبة والجزئة المجبة. دي كلية دي جزئية دي سلبة دي مجبة. وبكده وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم. ولكن مستمرين معاكم في حلقات قادمة. فالى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.